كيف تخيص المراوح التبريب الجرام الثانية النقطة؟ هل لوح لديك الكهربائي؟ كنواد مراوح تود سرعة ومراوح أم لا ؟ ماهر سرعية الدفاع نحن فيها الخاصة المراوح كل المراوحه لديها سرعة عالية ومراوحها نستخدم السرعة والعلومات من الثانية من الهاب الحرارة معك أجل ان المراوح يوم لديك الكهربائي سرعة進струментjet تفكتها عن طريق مفكة طبعا فاشة الألمانية تفكة صعب تحتاج المفكة كليبسة كبتاكة كليبسة تضغط عليه تضغط عليه حتى نشدي الفيشة طبعا خلعت الفيشة التي جاءت من الساعة الحرارة طلعتها حتى نختبرها هذه الفيشة هذه الفيشة تحتاج المفكة فيها طرف أحمر وطرف أحمر أصفر وطرف أحمر أصفر طبعا الأحمر طرف التغذية والطرفين تاني سرعة عالة طبعا احنا عملين هنا ده خاصة بالمروحة السرعة العالية زي فيه وزاها فيه وزاها خاصة بالمروحة مراوحتين السرعة المخافضة تقدر تختبر المراوحتين تختبر المراوحتين والكنترول مع بعض تعرف فيه مشكلة اللي عندك في التابريد في المراوحة أو لا السرعة المخافضة تختبرها والمفتاح مشغل في الكنتك عادي عن طريقك تلمس الطرفين دول اللي هو الأحمر مع الأحمر أبيض ده السرعة المخافضة اشتغل معكم لما استى الوقت السرعة المخافضة السرعة العالية هجبها هجبها الطرفين دول رحمها مع الطرف التاني مش هيشتغل غير لما أعمل أفتح الكنتك كده بقى اختبرت السرعتين وممكن عن طريق الفشتين التانين تحت دول برضو ده ممكن اختبر كل مراوحة مباشر آآ أشوف يعني الفشتين تحت دول أشوف ان كل مراوحة شغالها السرعتين ولا بس دي طريقة أسرع وأسأل انك تعرف المراوحتين شغلين ولا طبعا يفضل انك تستخدم مية حمرة نوع نظيف في دورة التبريد لأن دياتي لو استخدمت مية حلفية تعمل صدف دورة التبريد وتعمل معك مشاكل يفضل انك سيا حمرة زيت الباور لمواصفات هل تشتريه هو بقى اغلى حوالي خمسين جديد بس افضل من اي زيت انت تجيبه الواحد لما يستخدم اي حاجة زيت مش دو العربية ده غلط لأن استخدم كل حاجة بمواصفاتها طبعا ده اللي بتكلم عنه على طول المتور الف وتو بنوية تيربو ده اللي هو الواير مش الكهرباء المتور ده مش واخد حقه قطع غرور اي نعم الهيلا شوالك المتور ممتاز بكل ما تعملوا كل ما معنا طرق قوي جدا صحبه عالي اوتوماتيك برض صحبه عالي استراكوا في البنزين في الطرق المفتوحة كويس جدا وهي نعم في الزاحم عالي شوال لكن المتور ده من افضل مواتير بصراحة اللي جردته في اكتفل اي 4